دارة نادي الزمالك قررت تأجيل المفاوضات مع المدرب اليوناني تاكيس جونيوس بعد الفوز على التراجي التونسي وفي نفس الوقت جددت السقة في البرتغالي جوزفالدو فريرا قلت لحضراتكم انه الزمالك بيفكر في تاكيس جونيوس لو كان فريرا خص المباراة التراجي كان ممكن يبقى فيه خطوة لتاكيس جونيوس لكن الراجل عمل مباراة ايه ده قدام التراجي ويبدو انه الامور ينصالح حالها في نادي الزمالك جهاز فني ولعبين عشان كده ادارة نادي الزمالك هولد بقى على فكرة دلوقتي تاكيس جونيوس وخلينا مركزين مع فريرا واللعبين عشان فيه مواجهة في منتهى الاهمية امام شباب بلوزداد وهي المواجهة الحاسمة لسعود نادي الزمالك لو ان شاء الله قدر لنادي الزمالك الفوز فيها ادارة نادي الزمالك كمان خلال الساعات الماضية تواصلت مع الكابتن اسامة نبيه المدارب العام للفريق وطلبت منه حسم موقفه سواء بالاستمرار او التمسك بالاستقالة عشان هما مش عجبوا من الكلام اللي بيحصل طول الوقت في الاعلام ان اسامة نبيه مكمل اسامة نبيه مش مكمل اسامة نبيه مكمل اسامة نبيه مش مكمل فقالوله احسم موقفك عشان نعرف انت مكمل مع الفريق وانا لو ليه رأي في هذا الامر فالكابتن قسامة نبيه بزمال كويته الكبيرة لا النادي محتاجك دلوقتي والنادي محتاج الهدوء دلوقتي فحتى لو بيفكر الكابتن قسامة نبيه في الاستقالة فأبدا ما ينفعش تبقى دلوقتي بصراحة دلوقتي هي محتاجة تكاتف الجميع جهاز فني بقى مدير فني ومدربين ولعبين وجماهير وإدارة كل الجميع تكاتفه عشان الزمالك مهمة شبابه الإزداد هي مهمة في منتهى الصعوبة فمحتاج فيها التركيز جدا كمان جزالدو فريرة استقر على استمرار الدفع بمحمد صبحي في مباراة الفريق اللي جاية قدام امبي وقدام ايضا شباب بوليزداد الحارس او محمد صبحي يعني نال ثقة الجميع سواء جهاز فني ولعبين بعد الاداء المميز جدا في الفترة اللي فاتت